الحبوب الفين وثلاثة وعشرين والكثير من المتتبعين يرون أن هذا العام هو أسوأ عام يعني من حيث الحصاد انطلاقا من الجفاف التغيرات المناخية والعديد من الأمور اليوم كيف تعاملت نقابتكم مع هذه الوضعية هو في الحقيقة ظهرت بوادر الجفاف في شهر مارس بالنسبة للشمال ظهرت لهذاب العليا بصيفة عامة والسهوب ظهرت في شهر مارس لكن كنا ننتظر دايما ننتظر شهر أفريل يقولوا بالدرجة إبرير يجبدها من قعبير كما العام الماضي في شهر أفريل كي جاتنا الأمطار هذهك منعتنا وحصدنا وجاء الخير والبركة إلا أنه في هذا العام كل حاجة من ودى أفريل حتى الشمال راح كنا ننتظر متأملين في قسنطينا وفي سكيكدا وفي ميلا وفي قالمة ومن هنا في الغرب في بالعباس وفي مصد غانم وولايات المليونية وولايات المليونية كنا متأملين بها يجينا ثم الخير ونحصد نحصد خمسين وستين في المائة إلا أنه زاد موضافريل ما كان حتى شيء ولا جفاف ولا شرع أمطار ولا وش نسميه إلا أنه المناطق اللي هي مسقية ابتداء من الجنوب حقيقة فيها خيرات وفيها إنتاج رغم هذا فيها نقص لأنه كينتجوا تقلبات مناخية لما يضرب الريح السخون هذاك يفرغ لك الاسبولة ملحب كين نقص سناء عام يعني عام وحده عمرنا ما شفنا هذا العام عام نقول صريحة العبارة عام جاف وما فيهش منتوج بالنسبة للشمال بالنسبة للسهوب بالنسبة للهضاب العليا ولذا طالبنا من سلطات تقديم يد المساعدة للفلاحين متضررين فلاحين متضررين اليوم حتى في العيش تعاولادهم عليه مديونية توجه البنك مديونية من عند الفورنيسور مديونية من عند الأصديقان تعاو واليوم كيف هيعيش ويعيش أولاده لمدة عام وكيف هيواجه الموسم اللي راه جاي ولذا طلبنا من السلطات العمومية تقديم يد المساعدة بكل ما ينفع الفلاح كل ما ينفع ما هي الإجراءات التي طلبتم بها